في اليوم الختامي الإضافي أقرى مؤتمر الأطراف للتغيير المناخي كوب 28 اتفاق الإمارة التاريخي للعمل المناخي حيث وضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على كوكب الأرض ونجحت رئاسة كوب 28 في الوصول إلى الأهدف والنتائج المرضية وتجاوز الطموحات المحددة هذا وأكد مراقبون أن اتفاق الإمارة التاريخي نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي ويطور منظومة مؤتمرات الأطراف وينجح في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة كلمات الختم في المؤتمر ركزت على ما تم إنجازه خلال الأسبوعين وقل رئيس المؤتمر سلطان الجابر حققنا الكثير معا في زمن قصير وخلال الأسبوعين عملنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا مشيرا إلى أن العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل حيث قدم المؤتمر ومخرجاته استجابة شاملة لنتائج الحصيل العالمية للحفاظ على المناخ مشيرا إلى أن المؤتمر قدم خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية استنادا إلى الحقائق العلمية بيان الختام أكد أن المؤتمر قدم خطة عمل متوازنة تساهم في الحد من الإنبعاثات الحرارية ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف وتطوير وعادة صياغة ألية التمويل المناخي العالمي وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار وأهمية معالجة موضوع الوقود الحفوري وأشار البيان الختامي إلى النجاح الباهر في حش تعهدات وتمويلات جديدة لمعالجة تداعية تغير المناخ تفوق 85 مليار دولار تعهدت بها الدول المانحة